ده طارق عنده 25 سنة حاب يتجوز علشان يروي عدة جوانب مشاعر محتاج انه يوهبها رغبة جنسية محتاج يشبعها بالحلال واسرة نفسه يكونها ويكمل معاها حياته بدل ما يعيش لوحده لكن بما اننا في مجتمع بيقدس العهات والتقاليد استدم طارق بواقع منعه من انه يتجوز لانه مش قادر على المتطلبات اللي فرضها المجتمع للجواز وحط تحت فرضها المجتمع دي كل اللي تقدر عليه من خطوط يعني مش علشان يعيب في اخلاقه او في قدرته على قوامة بيت او تربية اسرة بس تقريبا عشان يتجوز محتاج يشتغل لحد ما يبقى عنده 30 او 35 ولا حتى 40 سنة وبيكبر الشاب ويعدي عمره وهو محروم من الزواج اللي هو حق طبيعي من حقوقه علشان متطلبات مفيش في اي طرف اصلا مستفيد بها اكتر من كونها عبارة عن مدعاة للتفاخر امام الاخرين واللي لو دقات فيها سواء الشبكة او العزال الزيادة او الفرح هتلاحظ انه مجرد مظهر مش بيستمر اكتر من عدة ساعات مش مش اكتر يعني علشان للأسف نعجب الناس وبعديها بيتقفل علينا الباب وفي المقابل انت علشان تعمل ده بتعدي وقت كبير قوي من عمرك في سبيل ارضاء متطلبات الاهل وللاهل مش بيلحظوه ان الحرمان من مشاعر الزواج او الجنس او الاسرة في عز احتياجك ليها هو سبب دمار مجتمع كامل منها مثلا انك بتقضي اهم سنين عمرك واكترها نشاطا وحيوية وابداع فانك تجري في حلقة لا نهائية علشان توفر مصاريف التجيز بس مصاريف التجيز ومنها برضو خلق سبب اساسي في توجه الاولاد والبنات للارتباط والدخول في قصص حب فشلة او علاقات محرمة تحت اسم الحب او حتى للاباحية والانحراف وده طبيعي يحصل وطبعا مش بنقول انه صح بس ده نتيجة متوقعة من المعطيات اللي فاتت ولانك بتعرض للشباب صور زهية جدا عن جمال الحياة الزوجية والعاطفية وبتعرض لهم كمان ما يحفز رغباتهم الجنسية من ناحية وفي الناحية التانية بتحرمهم من الحاجات دي ولان الانسان دايما بيسعى في سبيل انه يلبي الاحتياجات الجسدية والنفسية والروحية والجواز يعتبر واحد من اهم الحاجات اللي بتلبي احتياج التلات انواع فاحتياج الانسان العاطفة والاسرة والجنس بيخليه يميل غصب عنه او يحس بالحسرة انه مش قادر يأسس اسرة في سن كويس علشان يكون عنده ما يكفي من الطاقة والمشاعر لبناء اسرة صحيحة بدل ما يكبر ويمر عمره ويصبح الجواز بالنسبة له تحصيل حاصل الحقيقة ان الشباب في الاشينات بيكون عندهم من الحماس والمشاعر والاحتياج ما يكفي انه يخليه يسعى لتأسيس اسرة وتأخير الجواز لمتطلبات غير ضرورية ليس الا ظلم للجيل الحالي اللي مش قادر يوفي المتطلبات اللي بيطلبها منه جيل تزوج وهو اصغر منه ومحدش طلب منه ربع اللي بيطلب من جيلنا الحالي وتقدر تلاحظ ده في متوسط سن الزواج من عشر سنين فاته مقارنة بسن الزواج دلوقتي واللي اصبح فوق التلاتين الواقع المرير يا سيد يا محترم ان العهات والتقاليد الراصخة في عقول اولياء الامور وقاسف حقيقي وانا بقول كده سبب اساسي في صناعة المشكلة هو اللي لو بسطوا الامور شوية على الاولاد هيكون محفز كبير جدا لنسبة كبيرة من الشباب لبناء مجتمع مسؤول لانه بكل صراحة جميع المتطلبات لم تعد مناسبة تماما لعصرنا الحالي والواقع المرير كمان ان ما فيش بنت عموما وخصوصا لو سنها كبر فارق معاه ان العريس يجيب ويجيب ويجيب او شاب بامكانياته على قده فارق معاه ان العروسة تجيب وتجيب وتجيب الحقيقة ان الناس عاوزة بس تعيش عاوزة تحس بالامان وتكون اسرة وتدخل دنيا هي للأسف بتبص عليها من بعيد والحقيقة ان دي الفطرة السوية اللي تم تلوثها بكتير من المدخلات فاصبح العائق الاساسي قدامهم اننا بنبص للناس او الناس هتقول علينا ايه وده في حد ذاته اللي ممكن يكون سبب في ضيع فرصة حقيقية لبناء اسرة فيها اب وام متوافقين ويقدروا يربوا انسان صالح ويعيشوا مبسوطين لان الفرصة بتضيع امام متطلبات اب وام ممكن يحرموا الشباب من الزواج وكأننا بنحول البنت من انسان لسلعة ما ياخدهاش الا اللي يقدر يدفع تمانها بشقة او دهب او غيره وان البنت دي مش من حقها تقش الا لما يجي لها الشاري المناسب لان غير كده معادلة خسرانة في نظرهم لكن الحقيقة بتضيع فيها عمرك كعريس او حتى عمرك انتي كعروسة علشان نجهز زي ما المجتمع بيقول وكأننا بكل جهة اللي بنصرح ونقول احنا الحمقى اللي بيشتروا بكل ما يملكه في حياتهم جهاز دي العروسة ويمكن بعض الناس بيستدين وبيتسجن لمجرد انه يجيب جهاز زي ما يكون ده احد الصور لآية واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا مع ان باقي الآية الكريمة بتقول وترجع بعدين تسمع كلام الاجال السابقة عن الجيل الحالي انه جيل فاشل او مش قادر يشيل مسئولية وهم غير مدركين انه في ظل الظروف الحالية الجيل الحالي يمكن معادش يقدر حتى على اللي في زمانهم كانوا بيجيبوه فما بالك بقى لما تزيد عليه وتحكم على جيل كامل حكم خاطئ لانك علشان تحكم على نجاح حد او فشله لازم على الاقل تديله فرصة وده ببساطة لان الخطوبة والزواج سبب مهم جدا من اسباب تحمل المسئولية واعتماد الانسان على نفسه انه محدش اكيد هيكون حابب انه يكون فاشل الحقيقة ان تسهيل الزواج احد اهم الاسباب اللي بتدعم قوة الاسرة والمجتمع وبتساهم في تحسين حالة الانسان اللي اصبح له هدف خلاص عنده عيلة محتاج رعيها وزوجة بيحبها وبيسعى لتوفير ما يلزم لها من احتياجات وكيان قوي يقدر يخدم نفسه ويخدم اللي حواليه بدل ما يسكت اكتر في بقر الاباحية واللجوء للطريق الحرام اللي اصلا مع الوقت هيتابه اكتر واكتر لانه ما بيكونش فيه دوافع او مشاعر حقيقية للاستمرار ولازم يا سيدة محترم تفهم اننا كمسلمين دي ان حقيقي بيكرم المرأة بانه بيجعلها الطرف المطلوب واللي دايما يجي لها نصبها الحد عندها كانسان مش كشيء انا كعريس نازل اشتريه فياريت تاخدوا بالكم من كل شخص بيطلب بنات الناس بالاصول وبيجي لها الحد عندها لانها خطوة ما عادتش سهلة زي الاول اصلا ولان في كتير بياخد طريق مختلف وممكن الطريق ده يؤدي ولاياذه بالله لمصائب ممكن نمنعها لو يسرنا الحلال لكن ايه المنفعة اللي ممكن تكون موجودة من الضغط على الشباب بتعسير الزواج في ظل ظروف بتيسر كل ما هو محرم وفي الاخر بنشتك من تأخر الزواج وارتفاع السن وفي لحظة ما ممكن نضطر نقبل باختيار ممكن مش مناسب لكن هو اللي موجود وكل ده بسبب اننا حبينا نجيب كم جرام دهب زيادة او كم تلفزيون على كم فوطة على كم طقمة هيتحطوا في النيش ولحد النهاردة مش فهم ده بينفع الجواز فيه ياريت ترجع افكارك قبل ما ترفض عريس ولو هتأخروا الجواز علشان نظرات الناس خلوا النيش على المعزيم احسن الجواز مش نيش ولا صفرة ولا تلفزيون الجواز مودة ورحمة وسكينة وحاجات اسمى بكتير من انها تتقال بالفلوس خلينا اختملك بحاجة في واحدة من المرات اللي كان صديق لي بيعدي فيها في طرقة البيت سأل نفسه سؤال مهم جدا هو الحاجات اللي في النيش دي احنا جايبينها لي رح سأل مامته وبابا اللي متجاوزين بقاله مكتر من 40 سنة وللأسف هم كمان ما كانوش عارفين ولو خايف على بنتك من المصاريف فتذكر وعد ربنا بالغنى لكل من سلك سبل الزواج هتلاقي فوق الحلقة من جل الشيخ محمود عبد الكريم واللي هتلاقي عنده مبادرة جميلة للزواج الاسلامي يريد تبص عليها عفونا الله وإياكم بالحلال الحلقة دي خلصت وان شاء الله هتشوفنا تاني في ورقة وفي رحلة تحسين حياة انسان